موسيقى موسيقى اليوم كنعيش في النسخة الخامسة الكولدين إكسبو وهو معارض خاص بالمجوهرات وهو المهنيين من خلالهم يتلاقوا ويتبادوا الخبرات المعارف بينهم واكتشاف التقنيات الجديدة هذه النسخة تعرف المشاركة من 50 عرض من المغرب وأيضا توركيا الهند الإمارات العربية المتحدة ألمانيا فرنسا وإيطاليا والحمد لله راكين واحد يقبال متميز المهنيين المغاربة التي اكتشفوا هذه الصناعات التقنيات الجديدة وأيضا هناك زوار من خارج البلاد وهي الأيام كدوز مزيان والهدف منه كيفما قد تبادل الخبرات من اكتشاف التقنيات الجديدة والنهوض بهذا عالم صناعات المجوهرات في العالم في المغرب كما قلت هذه النسخة أيضا تعرف بورشات تكوينية في إطار صندوق الضمان الاجتماعي الذي يشرح للناس البرنامج المولوي للتغطية الصحية وأيضا هناك ورشات تكوينية في إطار المخطط للتغطية الصحية وأيضا مشاركة أكاديمية المملكة في الأكاديمية الوطنية لصناعات تقليدية صناعات المجوهرات بعد الأزمة الكورونا بالإضافة إلى الضرفية الحالية من الحروب والأزمة التي تعيشها العالم كل بصفة عامة فهذا القطاع من القطاعات جد حساسة لتضررت بزاف لأنها أولا هي واحد القطاع ماشي أساسي يعني الناس كيف يضلون الأساسيات على الحلي ماشي يلبسوا وبالتالي فكيفما الناس يعني تأثروا بزاف حتى الصناع هذا المجال هذا تأثروا لأنه كذلك ماشي فيه مجموعة الناس خدامة أوصار بزاف عيشة في صناع صغار وأيضا يعني تضروا من هذه الأزمة ولكن الحمد لله كان الناس ينهضوا بشي بقوحيين في هذا المجال وينهضوا بهذا الصناع ويخليوهات يعني ما تموتش الحمد لله راكين كين بواد إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جميع القطاعات يعني الدرفية الحالية الاقتصادية العالمية فالأسعاد زادت في جميع القطاعات وجميع المواد تزاد فالدهب أو المواد الأولى التي تستعمل في صناعات الحلية فكلها بطبيعة الحال عرفت واحد الارتفاع كبير الارتفاع الذي يتضرر منه حتى المهاني في درجة الأولى لأنه يعني يلقاش المادة الأولية بشي خدام لأنها مرتفعة في الثمان وبالتالي يعني كيكون واحد ضرر تول يعني كاتقاس حتى هي لأن التمن كيرتفع وكيفما قالت بما أنها ماشي مادة حيوية فضروري أنها كتتأثر بسبب ارتفاع المادة الأولية